العمل العام خد منك كتير؟ يعني وقت طبعا خد مني وقت كتير وخد مني مجود كتير لأن أنا الحقيقة مش بس عمل في الوزارة أنا يمكن من سنة أوائل التسعينات يعني حوالي 30 سنة دلوقتي بشتغل في عمل عام وعمل عام صعب اللي هو ايه؟ اللي هو ايه أنا من أوائل التسعينات دخلت في أضوية مجلس إدارة التحاد والتحاد لعبة فردية اللي هو التحاد تنس فبقيت يعني متعايش مع كل لعيبة التنس من أول سن 12 سنة لغاية الرجال والسيدات والأسر بتاعتهم وأولياء الأمور وده عنده مشكلة وده ابنه مسافر وده تظلم في ماتش وده حكم زائفة كنت عايش القصة ديت عادت سنين ممكن ست سنين في القصة ديت وبعدين في وسطها على طول رحت متقدم لنادي الصيد فبقيت عضو ماكس درا في نادي الصيد فبقت الاسكوب أوسع شوية والعلعاب متعددة والعائلات كتيرة ومش بس بتتكلم في حاجة متخصصة إلا أنت ممكن تتكلم في حمام سباحة ممكن تتكلم في أفلام السينما ممكن تتكلم في المستوى المطاعم اللي موجود في النادي فبقت الفكرة أكتر شوية في وسط الكلام ده وأنا وأنا في مجلس إدارة نادي الصيد توليت بطولة الأهم الأفريقية كمدير تنفيذ الكأس الأهم الأفريقية في 2006 اللي أقيمت في مصر واللي خدنا البطولة واللي خدنا البطولة وكان فيه اهتمام رئاسي فيها وكانت زخم وكان أول مرة الأستاذ يظهر بالشكل ده الأسر والأعلام عادة الأسر المصرية للحضور مثل هذه وخصوصا أن الأستاذ كان قابليها تلات سنوات مغلق تماما يعني اتفتح مع البطولة فكانت بهجة العودة إلى الأستاذ وبهجة الأولى الأمور ويمكن أول مرة نشوف سيدات بتلون وشها وبتمسك أعلم مصر فكانت شكل جديد للمدرجات المصرية في 2006 ونفس الحكاية في 2009 عملناها في كأس العالم للشباب وبعدين كل ده وانا أقضوا مجلس دورة في نادي السيد يعني عمل عام كبير ثم 2011 لما حصلت ثورة يناير أول رئيس مجلس قومي للشباب جي بعد الثورة كنت أنا وعدت حوالي سنة وبعدين لما جوم الإخوان مشوني وبعدين لما جاءت ثاني ثورة 30 يونيو رجعت ثاني وزير شباب ثم نضم وزارة الشباب برياضة لغاية نصف 2018 فتقدر تعتبر حضرتك يعني من 92 أو 91 لغاية 2018 حوالي 27 سنة عايش يوميا في العمل العام في قسط الأسر والمجتمع والمشاكل الشخصية وعليك أنك تتفاعل وترده وأنا من الناس اللي كنت أخذ هذه المهمة يعني وقدها على العتقي لإني بقول طالما تقدمت للترشيح في حتة يبقى تستحمل العمل العام يعني ما يفعش تتقدم نفسك وتبقى مرشح والناس تنزل تنتخبك وتديك أصواتها وبعدين يجي حد يكلمك في تيفون تقوله بس أنا مش فاضي خلاص أنت منزعج من هذا العمل ما ترشحش وما تقدمش نفسك كمرشح لما ترشحت وناس نزلت وقفت طوابير عشان تنتخبك وأنا في المرات كنت بطلع الأول وكنت بطلع الأول بفارق كبير فكنت بحيث دي ثقة ادها لي الناس ويمكن حزيع أول مرة يمكن حتى أسرتي ما تعرفش حقول لحضرتك ده وإحنا بننظم كأس الأمم الأفريقية في 2006 وتاني يوم أو تالت يوم البطولة بالزبط يعني طلقيت اتصال من مسؤول كبير أوي في البلد في ذلك الوقت في 2006 وقال لي إحنا بختارين نكتب المدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة وأنا الحقيقة ما كنتش عمري اشتغلت في الحكومة أنا طول عمري بشتغل الخاص فحسيت مسؤول كبير وبتكلمني بنفسه وعايزني المدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة وأنا يعني ما تربيتش في العمل الحكومي فقلتها فنم ده شهادة كبيرة جدا لكن أنا فزت البطولة وبقال لي سنتين تعبان جدا في التنظيم فمالش يديني فرصة البطولة تخلص وأريح شوية كده بعد البطولة وتحت أمرك فالبطولة خلصت في فبراير وبعدين في آخر مارس اتصل بيها تاني وقال لي خلاص بقى احنا ادناك حوالي شهر راحة هيتصلوا بيك دلوقتي في المجلس القومي للرياضة وعشان تتولى العمل فور ففعلا اتصلوا بيها في نفس اليوم وحطوا لي ثلاث شروط علشان أجي تاني يوم شرط أن أسيب الشركة اللي أنا فتحها والشرط التاني أن أنا أسيب مجلس إدارتنا للصيد والشرط التالت أن أنا إجمالي للمرتب اللي هاخده مبلغ كذا رغب أن مبلغ قليل مبلغ قليل وخصوصا أنا في ذلك الوقت ولديني كانوا في الجامعة الأمريكية فالمبلغ اللي يدوه لو جمعته طول السنة ما يغطيش فقلت له دي يمكن ممكن تصرف في المرات هاخد من أموال مرات يعني هتصرف الشركة ممكن تتقفل شوية وترجع لا 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 هتعدي دي كده هاخد من أول مرات أنت متجاوز حدي ممكن يسلفني لا يسلفني مش يسلفني بمبلغ يعني لكن يعني ممكن قصد زوجتك زوجتي تساعدني تساعدني لأن هي مهندسة تقول لها حاجة كويسة دعوة إلى كل الزوجات لا إحنا يعني ساعدوا أزوجكم إحنا زمايل أنا وزوجتي بالنفس الكلية والنفس فيعني مع بعض من أول ما تزوجنا وممكن يعني مرتبة على مرتبي بنساعد بعض فدي حتبقى فترة مؤقتة ماشية حنتصرف لكن اللي أنا مش عارف أعمله هروح أقول للناس إيه تنادي الصيد والله ما عليش أنت دزلت أنت خبتوني وطلعتوني الأول بس أول ما واحد قال لي تعالى سيبي التاروح سايبه وماشية طب أنت كنت مرشح نفسك لي أول فقلت له لا لو ده شرط أساسي أنا واعتذرت فعلا وما جاتش القصة دي ثم ما روحتش الوزارة وتشاء الظروف بقى أن أنا أعود مرة أخرى بعد كم سنة بس في المكان نفسه بس وزير بقى مش